ما هي الشروط المقيدة للتعدل؟ أو لزواج الثانية والثالثة والرحة؟ نعم هو انطلاق من الآية فإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاثة واربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذن الآية في النهاية تؤكد على واحدة ويؤكد على ذلك في آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستهم إذن كأن الآية الأولى بدأت بالشرط شرط وجود اليتيمة من كان عنده يتيمة وأراد أن يتزوجها هذا أصل الآية وسبب نزولها أراد أن يتزوج هذه اليتيمة وخاف أن لا يعدل ويعطيها حقها كاملا فليتركها وليتزوج من النساء ما شاء هذه أصل الآية ثم تؤكد الآية فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا يقول إمام الشافعي في هذه الآية في تفسير ذلك أدنى ألا تعولوا يقول ألا يكثر عيالكم وتفتقروا سواء بالنساء أو بالأولاد إذن هذا هي بالنسبة للشروط طبعا زكر العلماء في البداية لم يضعوا أي شرط في ذلك لكن نحن نستطيع أن نأخذ هذه الشروط من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عمل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر الآيات القرآنية فالنبي متى تزوج ومتى عدد كلنا نعرف أنه عندما كان مع زوجته خديجة بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة لم يتزوج غيرها لم يعدد النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم أنها كانت أكبر منه سنة بالرغم أنها كانت أكبر بالرغم أنه كان شابا لكن لأنها كفته في كل شيء فهي أنيسته وزيرته أم أولادي أحضرت له الأولاد هو مرتاح في هذه الأسرة مع هذه العائلة يهتم بأولاده كما نأمل من كل رجال المسلمين لكن بعد وفاة السيدة خديجة وبعد أن أصبح عمره صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسين سنة وعند هجرته إلى المدينة تزوج سودا قبل الهجرة وثم عائشة ولكل وحدة هناك سبب وهناك حاجة وهناك ضرورة من أجل أن يتزوجها كما أنه كما سألتيني عن الشروط لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج البنت الشاب الصغيرة سوى عائشة أنت تعرفين هذا إنما تزوج لمصلحة إما سياسية وإما مصلحة اجتماعية وإما مصلحة إنسانية نعم بالتدقيق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام في فكرة الزواج بشكل عام التدقيق فيها ينفي عنه ما يتهمه البعض به يعني حاشية صلى الله عليه وسلم من فكرة أنه تزوج كثيرا أنه مزواج حشاه أن يكون ذلك حتى أنه تزوج من تزوج تزوج المسكينة الأرملة الكبيرة في السن أم الأولاد هذه اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب لتزوج الجميلة والصغيرة واعتبار آخر أيضا نحن للأسف في بلاد الشام وحتى في بلاد مصر وشمال إفريقيا وأظن أكثر العالم الإسلامي عندما يريد الزوج أن يعاقب زوجته أو أن ينتقم منها لفعل ما فدائما يهددها أنا أبدأ يتزوج عليك ويتزوج كما يقولون وليكسر شوكة الزوجة الأولى تحيب مانا